حديث الحقيقة هذا جواب لسؤال الأخي الفاضلي المصري الذي هو في حيرة من أمره فلا هو إلى السنة ولا هو إلى الشيعة حكيت لكم حكايته في الحلقة الماضية بنحو موجز بخصوص ما ذكرته في الحلقة المتقدمة من أننا نستطيع أن نتواصل مع القرآن عبر التدبر وبينت لكم من أن القرآن تحدث عن نوعين من التدبر هناك التدبر الجزئي وهو تدبر في الآيات في السور التي هي جزء من القرآن وهناك التدبر الكلي وهو تدبر في المنظومة القرآنية في النظام القرآني كله وبدأت الحديثة من هذه النقطة من أن رسول الله صلى الله عليه وآله حوله ثلاث مجموعات المجموعة الأولى الصحابة ومر الحديث بخصوص هذه المجموعة فإن القرآن مدحهم وذمهم المجموعة الثانية المجموعة الثانية نساء النبي فإن القرآن مدح نساء النبي وذمهم فحالهن كحال الصحابة الصحابة مدحوا وذموا وذموا وكذلك نساء النبي مدحنا وذمم المجموعة الثالثة القربة في الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة من سورة الشورى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور مثلما مر علينا في الحلقة الماضية فإنني لا أقف طويلا عند الآيات لأجل الانتفاع من الوقت المتاحي في هذه الحلقة وإنما هو المعنى الإجمالي الذي تستطيعون أن تتحسسوه تستطيعون أن تستشعروه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هؤلاء هم المجموعة الثالثة غير الصحابة وغير نساء النبي هؤلاء هم القربة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هؤلاء هموا هموا الذين جاء ذكرهم في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران إنها آية المباهلة وقصة المباهلة قصة طويلة إنها المباهلة مع نصارى نجران فمن حاجك فيه حاجك في عيسى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبي هؤلاء هم الذين باهل بهم رسول الله أبناءنا أبناءنا إنهم القربى حسن وحسين ونساءنا ونساءنا إنها فاطمة وأنفسنا إنه علي هؤلاء هم هم الذين تحدثت عنهم الآية الثالثة والعشرون بعد البسملة بعد البسملة من سورة الشورى وَجَعَلَتْ مَوَدَّتَهُمْ الْوَاجِبَةَ أَجْرًا لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله إنه أجر الرسالة المحمدية همو همو مباهلة ومن الذي يباهل رسول الله فلا يُعقل أن يباهل بأشخاص لا تكون منزلتهم كمنزلته أولهم محمد أوسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد هذا كلام أمير المؤمنين بغض النظر عن أحاديث الشيعة لكنني لا بد أن أشير إلى هذه المطالب لتوضيح مقصدي الآية واضحة هؤلاء هم الذين باهل النبي بهم فهل يقدم النبي وسيلة إلى الله هذه الوسيلة تكون ناقصة تكون مخرومة نصارى نجران لما عرفوا الأمر تراجعوا تراجعوا عن المباهلة وأقروا بالخضوع لسلطة رسول الله صلى الله عليه وآله حكاية نصارى نجران وحكاية مباهلتهم مع رسول الله في اللحظة الأخيرة انسحبوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم حسنا وحسينا ونساءنا ونساءكم الزهراء البتول وأنفسنا وأنفسكم عليا أمير المؤمنين هؤلاء هم القربى وهؤلاء هم أصحاب آية المباهلة الذين قدمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسيلة بين يديه لن نستطيع أن نتصور من أن رسول الله يقدم وسيلة ناقصة لا بد أن تكون الوسيلة كاملة هذا يأخذنا إلى سورة الأحزاب وإلى الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة ما جاء فيها إنما وإنما للحصر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا السنة يقولون من أن نساء النبي داخلات في آية التطهير ومن أن نساء النبي داخلات في عنوان العترة هذا الكلام يقولونه هم أحرار فيما يقولون لكن الآية واضحة لماذا انتقلت من التعنيث إلى التذكير من دون مناسبة ترتبط بنساء النبي وقرن في بيوت كن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله الكلام مؤنث والخطاب لنساء النبي لزوجات النبي وهنا تقف الآية وبحسب قراءة السنة هنا تقف الآية وعلامة وقف توجد عند نهاية هذه الجملة وأطعنا الله ورسوله صحيح أن العلامة من علامات الوقف الجائز لكنه وقف ونحن لا نثق بقراءة السنة الآية دالة بنفسها على نفسها لا بد أن يكون هنا توقف لأن العبائرة التي قرأتها انتهت ودخلنا في فصل جديد من فصول الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهير لماذا انتقلنا إلى التذكير ثم لماذا تغير العنوان من بيوتك إلى أهل البيت الخطاب واضح بخصوص نساء النبي وقرن في بيوتك هذا في الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة من الأحزاب وفي التي بعدها واذكرن ما يتلى في بيوتك من آيات الله والحكمة حينما يعود الكلام يخاطب نساء النبي بنحو مباشر يكون الحديث عن جمع للبيوت وعن نسبة البيوت إليهن وهنا في الآية الثالثة والخمسين حينما كان الحديث عن نساء النبي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لأن الحديث في الآية عن نساء النبي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هذه طهارة تختلف عن معنى الطهارة في آية في آية التطهير آية التطهير التطهير من الله أما التطهير هنا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هذا تطهير من قبل الصحابة لأنفسهم ومن قبل نساء النبي لأنفسهم فارق كبير وإنما كانت تطهير من قبل الصحابة لأنفسهم ومن قبل نساء النبي لأنفسهم لأن الصحابة لم يطهروا من قبل الله وكذلك نساء النبي لم يطهرن من قبل الله سبحانه وتعالى التطهير من قبل الله خاص بالمجموعة التي عنونت بأهل البيت أنا لا أتحدث هنا باللسان الشيعي أنا أتحدث هنا بلسان الإنصاف وبلسان العربية الواضح وأنا أقول للذين يتابعون حديث دقيق النظر في هذه الآيات إنكم ستدركون الحقيقة التي أتحدث عنها فحينما يكون الحديث عن نساء النبي يأتي الكلام عن بيوتهن وقرن في بيوتكن جمع منسوب إليهن وفي الآية الأخرى واذكرن ما يتلى في بيوتكن جمع مع نسبة إليهن والأمر هو هو في الآية الثالثة والخمسين بعد البسملة لا تدخلوا بيوت النبي هذه البيوت متعلقة بنساء النبي ولذا جاء الكلام في الآية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هذه طهارة اعتبارية الإنسان يسعى لتحصيلها وهي طهارة مؤقتة عارضة بينما آية التطهير تتحدث عن طهارة حقيقية وليست اعتبارية وتتحدث عن طهارة ثابتة وليست عارضة وطارئة وتتحدث عن طهارة من الله سبحانه وتعالى وليست من قبل الصحابي لنفسه أو من قبل زوجة النبي لنفسها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه الآيات تلتقي كلها في أفق واحد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هذه مودة واجبة مودة عقائدية لا يمكن أن تتوجه إلى جهة ليست معصومة لأن غير المعصوم عنده ما عنده من الأشياء التي لا يجوز أن نحبها لأن غير المعصوم يمكن أن يترك المعروف ويمكن أن يفعل المنكر وحينئذ يجب علينا أن نأمره بالمعروف وأن ننهاه عن المنكر بأية درجة من الدرجات باليد باللسان أو على الأقل بالقلب فإن القلب سيكون متنفرا منه فكيف نؤمر بالمودة الواجبة على طول الخط لهذه الجهة إلا أن تكون جهة معصومة هذا الكلام لا ينطبق على الصحابة ولا ينطبق على نساء النبي عائشة لما خرجت إلى البصرة حينما خرجت إلى البصرة ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله قد حذرها من ذلك وحذرها أن تنبحها كلاب الحوأب الحوأب منطقة من مناطق البصرة أليس أتباع عائشة يعتذرون عنها من أنها تابت بعد ذلك بعد أن رجعت إلى الحجاس من البصرة لماذا تابت ألم تكن قد خرجت على إمام زمانها ألم تكن سبباً في قتل الآلاف من أبنائها إذا كانت من أمهات المؤمنين ألم 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 فهل عائشة في هذا الموقف كانت من أهل البيت هل كانت من العترة هل كانت من القربى القربى مودتهم واجبة فهل كانت مودة عائشة واجبة حينما كانت تواجه علياً في البصرة وبسبب برنامجها ومخططها تسفك الدماء فهل المودة واجبة علينا لعائشة وهي في هذا الموقف هل هذا كلام منطقي هل صفة التطهير في آية التطهير ثابتة لعائشة في هذا الموقف لا يستطيع عاقل أن يقول بهذا بعيداً عن التعصب نحن نتحدث بحديث الحقيقة والإنصاف فإذا ما خرجت عائشة في موقفها هذا من أهل البيت ومن القرب ومن العترة فهذا يعني أنها ليست منهم ومثلما ينطبق هذا الكلام على عائشة ينطبق على سائر نساء النبي لأن آية المودة تلزمنا بمودة واجبة على طول الخط المودة لا توجد مرحلة في حياتنا نستطيع أن نتأخر عنها الصلاة في بعض الموارد تسقط الصلاة حينما يكون الإنسان فاقداً للطهورين كيف يصلي إذا لم يكن الماء متوفراً ولم يكن التراب متوفراً كيف يصلي لأن بوابة الصلاة الطهور ولا صلاة إلا بطهور الصلاة تكون بحسب قدرة الإنسان إذا كان الإنسان ليس قادراً أن يقف وأن يركع وأن يسجد إنه سيصلي بحسب ما يستطيع حينما تكون المرأة في فترة الحيط فليس هناك من صلاة لكن هل أن المرأة تستطيع أن تترك المودة في فترة الحيط هناك وهناك وهناك المودة لا مجال للتنازل عنها بينما كل تفاصيل الدين من العبادات والطقوس والمعاملات إلى سائر الشؤون الدينية هناك ظروف وملابسات تجعلنا إما أن لا نأتي بها وإما أن نأتي بها بنحو مقتصر بنحو ضعيف لا كحالتها الأصلية الأولى بسبب الظروف والملابسات أما المودة لا بد أن تبقى ثابتة ولا بد أن تتوهج ازديادا فلا يمكننا أن نوقف المودة عن عائشة في البصرة وبعد ذلك نعيد المودة إليها حينما تتوب من فعلتها السيئة هذه نعاود المودة حينئذ هذا الكلام ليس منطقيا التطهير مستمر ثابت المودة مستمرة ثابتة وهذا تعانق واضح فيما بين المودة المودة الواجبة الثابتة المستمرة وبين التطهير الثابت المستمر الذي لا انقطاع له وهذا الفهم هو أدنى مستويات الفهم لهذه الآيات نقرأ من كتب السنة من كتبه هذا هو صحيح البخاري وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى الفين واربعة ميلادي صحيح البخاري للبخاري المتوفى سنة ميتين وستة وخمسين للهجرة نذهب إلى كتاب فضائل أصحاب النبي وإلى الباب التاسع باب مناقبي علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أول حديث في الباب يذكره البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ماذا قال له أنت مني وأنا منك هذا هو مضمون آية المباهلة وهذا هو مضمون آية المودة وهذا هو مضمون آية التطهير فطهارة علي من طهارة محمد وطهارة محمد من طهارة علي وقرب علي من محمد وقرب محمد من علي وعلي نفس محمد ومحمد نفس علي وأنفسنا وأنفسنا كما في آية المباهلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنا أقرأ من صحيح البخاري أنا لا أقرأ من كتاب شيعي قال النبي لعلي أنت مني وأنا منك صفحة 655 كلام النبي الذي قرأته عليكم صفحة 654 أول كلمة بعد عنوان الباب إنه الباب التاسع صفحة 655 رقم الحديث 376 قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى لماذا قال النبي لأمير المؤمنين أما ترضى لأن أمير المؤمنين كان يحب أن يرافق رسول الله حينما تحرك باتجاه تبوك والنبي هو الذي طلب من أمير المؤمنين أن يبقى في المدينة فلذا قال له هذا الكلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى هذا هو علي الذي هو من محمد ومحمد منه أنت مني وأنا منك صفحة ستمية وستة وخمسين إنه الباب الثاني عشر باب مناقبي قرابة رسول الله باب مناقبي قرابة رسول الله أول كلمة في هذا الباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يصلون الصلاة البتراء إنني أقرأ على مسؤوليتهم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة مثل ما هي سيدة نساء العالمين فهي سيدة نساء النبي هي سيدة على زوجات النبي لأن لأن زوجات النبي من نساء الدنيا ومن كان منهن من نساء الجنة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة فهي فهي سيدتهن في الجنة وفي الدنيا فاطمة سيدة نساء أهل الجنة التي توصف بهذا الوصف وتوصف بوصف آخر الحديث الحديث 3714 ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله بحسبهم صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني إنها بضعة إنها جزء لا يتجزأ من محمد من مركز العصمة والكمال والطهارة فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني وهذا تأكيد لعصمتها فمن أغضبها أغضبني هذا تأكيد لعصمتها فاطمة بضعة مني وهذا يكفي في إثبات عصمتها فهي جزء من محمد من مركز الطهارة والعصمة والكمال ولكن النبي فرع على كلمته هذه فقال فمن أغضبها أغضبني وهذا الحديث يتكرر في الباب الحادي والثلاثين الذي عنوانه باب مناقب فاطمة رضي الله عنها هكذا جاء في صحيح البخاري أنا لا أقرأ عليكم من كتاب من كتب الشيعة إنني أقرأ عليكم من البخاري هذه المضامين واضحة وصريحة جدا تأتي متعانقة مع مضامين آية المودة وآية المباهلة وآية التطهير وهذا صحيح مسلم إنني أقرأ عليكم من أوثق كتب القوم صحيح مسلم الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان وهذه الطبعة الأولى ألفين وأربع ميلادي صاحب الكتاب الذي ينسب إليه إنه الإمام أبو حسين مسلم متوف سنة ميتين وواحد وستين للهجرة صفحة تسعمية وثمانية كتاب فضاعي للصحابة الباب الرابع باب من فضائل علي بن أبي طالب رقم الحديث ستالاف وميتين وثلاثة وأربعين بسنده بسند مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه يعني عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد الكلام هو هو نحن نتحدث عن نبي هنا إنه هارون فهارون كان نبيا وفي الوقت نفسه كان وصيا كان وصيا لموسى وإذا ما ذهبنا إلى صفحة تسعمية واثنين وعشرين إلى الباب الخامس عشر باب فضائل فاطمة بنت النبي الحديث ستالاف اثلاثمية وستة وثلاثين بسنده بسند مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ألا تلحظون أن صحاح القوم تتحدث عن المضامين نفسها إنها كلمات نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وماذا نقرأ أيضا في صفحة تسعمية وتسعة من الباب الرابع إنه الباب المختص بفضائل علي بن أبي طالب رقم الحديث ستالاف ميتين وواحد وخمسين أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث طويل الحديث مروي عن زيد بن أرقم هكذا يحدثنا زيد بن أرقم بحسب صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حجته الأخيرة في حجة الوداع وهو يخطب في المسلمين وأنا وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي هذا حديث زيد بن أرقم بحسب رواية مسلم وفي صفحة تسعمية وخمسطعش إنه الباب التاسع باب فضائل أهل بيت النبي رقم الحديث ستة الاف وميتين وثمانية وثمانين الحديث عن عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم غدا في يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم غدا عند أول النهار وعليه مرط مرحل إنها عباءة المرط المرحل نوع لباس وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله أدخله تحت عباءته تحت هذه العباء ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هل تريدون شيئا أوضح من هذا هؤلاء هم أهل البيت أقول لكل سني منصف عد إلى قلبك ووجدانك بعيدا عن المعلومات الجاهزة حينما يكون هذا العنوان في ذهنك أهل البيت إنك لا تتصور في اللحظة الأولى نساء النبي لكن إذا قيل حسين مباشرة ينصرف ذهنك إلى أنه من أهل البيت إذا قيل علي ينصرف ذهنك مباشرة إلى أهل البيت ولكن إذا ما ذكرت نساء النبي فلابد أن تقوم بعملية تعمل وتذكر من أنك سني ومن أن السنة يقولون من أن نساء النبي داخلات في آية التطهير من أن نساء النبي جزء من هذا العنوان من عنوان أهل البيت هذه القضية تحتاج إلى شيء من التعمل بسبب الانتساب إلى هذا المذهب أو ذاك أما حينما يكون الكلام عن حسن عن حسين عن فاطمة ليس هناك من تعمل لأن السنة يعلمون وبنحو قطعي هؤلاء هم أهل البيت وهذه الأحاديث في أهم صحاحهم التي تنقل الحديث عائشة قالت عائشة خرج النبي غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود قساء عباء غطاء فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله لماذا لم يدخل عائشة بعد أن أدخل علي ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الحقيقة واضحة واضحة جدا هل يقف الأمر عند هذا أبدا قرأت ما قرأت عليكم من الصحيحين من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم البخاري البخاري توفي سنة 256 للهجرة ومسلم توفي سنة 261 للهجرة وهذان الصحيحان هما أهم الكتب الحديثية عند السنة المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري المتوفى سنة 405 للهجرة والحاكم النيشابوري إنما قيل له الحاكم لأن درجة الحاكم أعلى درجات العلم والتخصص بالحديث عنده عند السنة عند أهل الحديث الحاكم ما كان حاكما يحكم على بلد من البلدان إنه حاكم في أجواء الحديث في أجواء الأحاديث هذا هو الحاكم النيشابوري الحاكم درجة علمية هي أعلى درجات العلم بالحديث بسنة النبي بحسب ما هم يعتقدون قلت هو متوفى سنة 405 للهجرة المستدرك على الصحيحين الحاكم النيشابوري وجد أن هناك كثيرا من الأحاديث من الأحاديث تنطبق عليها شرائط البخاري وشرائط مسلم إلا أن البخاري لم يثبتها في صحيحه وكذلك مسلم لم يثبتها في صحيحه عن غفلة عن تعمد نحن لا نناقش هذا الموضوع البرنامج ليس مختصا في التوغل في هذه المطالب البخاري عنده شرائط كي يثبت الحديث في صحيحه وكذلك مسلم هناك الكثير من الأحاديث تنطبق عليها شرائط البخاري لم يثبتها البخاري في صحيحه وكذلك الأمر هو هو مع مسلم جاء الحاكم النيشابوري فجمع هذه الأحاديث ووضعها في كتاب أسماه المستدرك على الصحيحين على صحيح البخاري وصحيح مسلم هذه الطبعة التي بين يدي هي طبعة دار الكتب العلمية بيروت بيروت لبنان وهذا هو الجزء الثالث صفحة مية وستين رقم الحديث أربعة آلاف سبعمية ودعش بسندي بسندي الحاكم النيشابوري عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يتفرق حتى يرد علي الحوط ثم علق الحاكم النيشابوري هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولم يخرج أعيد قراءة الحديث إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يتفرق حتى يرد علي الحوط الحديث واضح في عصمتهم لأن كتاب الله معصوم لأن كتاب الله معصوم والنبي يقول وإنهما لن يتفرق فليس هناك من مساحة تكون عند أهل البيت ليست معصومة القرآن القرآن معصوم وليس هناك من مجال لأن تخرم عصمته عصمته ثابتة أهل البيت حينما امتزجوا والتزموا مع كتاب الله وليس هناك من تفرق بين الاثنين هذا دليل على عصمتهم إذن الكلام عن العترة وعن أهل البيت كلام عن معصومين فعائشة حينما كانت في البصرة هل كانت ملتصقة بكتاب الله في الأخبار التي عندنا الشيخ المفيد يذكر هذا في كتابه الجمل وقعة الجمل من أن عائشة أخذت كفا من الحصباء مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في بدر فأخذ كفا من الحصباء ورمى بها قريش وقال شاهت الوجوه والقرآن في سورة الأنفال يتحدث عن هذه الواقعة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة وما رميت إذ رميت يا رسول الله ولكن الله رمى عائشة أخذت كفا من الحصباء ورمت به باتجاه أمير المؤمنين وجيشه تريد تريد أن تخدع الذين معهم وقالت شاهت الوجوه ماذا قال لها علي صلوات الله عليه بعد أن التقى بها بعد الواقعة قال لها يا عائشة وما رميت إذ رميت ولكن الشيطان رمى يا عائشة وما رميت إذ رميت ولكن الشيطان رمى فهل عائشة هنا في هذا الموقف وبسببها سفكت الدماء والدماء هل كانت ممازجة لكتاب الله حتى تعد من أهل البيت حتى تعد من العترة الطاهرة هل يقول منصف بهذا إنني أقرأ عليكم من المستدرك على الصحيحي هذه الأحاديث بنفس مستوى أحاديث الصحيحي صحيح أن علماء السنة يحاولون أن يغض النظر عما جاء في مستدرك الحاكم لأنهم لا يريدون أن يقبل الأحاديث التي تثبت أن الحق مع علي وآل علي وهناك من السنة من يتهم الحاكم النيشابوري بالتشيع ولم يكن الحاكم النيشابوري شيعيا أفده لكن الرجل جمع الأحاديث التي تتوفر فيها شرائط البخاري ومسلم في كتاب واحد هو هذا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يتفرق حتى يرد علي الحوض هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرج في كتاب هما لكن في الآخر هو حديث صحيح هذه كتب القوم وهذه الأحاديث صحيحة صحيحة هل يقف الأمر عند هذا الحد أبدا هذا الكتاب كتاب معاصر ومن الكتب المعاصرة الشهيرة سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لمن لمحمد ناصر الدين الألباني عالم متخصص في هذا المجال معاصر من زماننا توفي سنة ألف أربعمية وعشرين للهجرة في سنوات قريبة من أيامنا هذه سلسلة سلسلة الأحاديث الصحيحة وقد دقق كثيرا في هذا الكتاب بحسب ما هم يعتقدون هذا هو المجلد الرابع طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض السعودية صفحة ثلاثمية وخمسة وخمسين الألباني في كتابه هذا وهو كتاب كبير ذكر الأحاديث الصحيحة فقط بحسب قواعد علم الرجال وقواعد علم الحديث عندهم عند السنة فهذا الكتاب كما هو عنوانه سلسلة الأحاديث الصحيحة هذا الكتاب يجتمل على الأحاديث الصحيحة فقط صفحة ثلاثمية أو خمسة وخمسين رقم الحديث ألف سبعمية أو واحد وستين عن رسول الله صلى الله عليه وآله يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي إذا كانت عائشة داخلة في هذا الحديث حينما اتبعها الذين اتبعوها في البصرة اهتدوا أم ضلوا لقد ضلوا الحديث واضح صحيح أنه أن الألباني يقول من أن نساء النبي داخلات في حديث العترة هذا شأنه يريد أن يدخل نساء النبي يريد أن يدخل الجنية الأزرق هذا أمر راجع إليه لكن الحقيقة واضحة يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترة أهل بيتي هذه الأحاديث الصحيحة برغم أنا في علماء السنة هذه كتبه إنني ما قرأت من كتاب يشتمل على الأحاديث الضعيفة لقد قرأت من البخاري ومن مسلم ومن مستدرك الحاكم ومن سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني هل تريدون وثائق أقوى من هذه الوثائق نذهب إلى فاصل آية المودة وهي الثالثة والعشرون بعد البسملة من سورة الشورى وآية المباهلة وهي الحادية والستون بعد البسملة من سورة آل عمران وآية التطهير وهي الثالثة والثلاثون بعد البسملة من سورة الأحزاب هذه الآيات واضحة في الدلالة ومع ذلك فإن الأحاديث التي قرأتها عليكم من البخاري ومسلم ومستدرك الحاكم ومن سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني الأحاديث التي قرأتها توضح الصورة بنحو جلي وبين جدا وأعتقد أن الذي يطلب الحقيقة سوف يجد غايته هنا في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث الصحيحة في كتب القوم في أهم كتبهم إذا ما ثبتت هذه النقطة الواضحة الدالة ثبت كل شيء ثبت دين العترة الطاهرة أنا أنا لا أتحدث هنا عن المذهب الطوسي لأنني أبرأ من المذهب الطوسي أنا أتحدث عن دين العترة الطاهرة عن دينهم الذي هو في قرآنهم المفسر بتفسيرهم عن دينهم الذي هو في أحاديثهم المفهمة بتفهيمهم عن دينهم الذي أتلمسه في أدعيتهم ومناجياتهم وزياراتهم وخطبهم وكلماتهم لا شأن لي بالمذهب الطوسي القذر وبمراجعه اللعنى وبحوزته القذرة أنا أتحدث هنا عن ديني العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها إذن هذه المجموعة من الآيات كانت واضحة وفي تفاريعي مضاميني تلك الآيات أقرأ من سورة النحل إنها الآية التاسعة والثمانون بعد البسملة مما جاء فيها ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين هذا الكتاب بحسب هذه الآية وهو يتحدث عن نفسه تبيان لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين في سورة نفسها في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون لتبين للناس إذا جمعنا هذه الآية مع الآية التي مرت فهذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله محيط بكل تبيان وأسرار هذا الكتاب وهذا شيء طبيعي لأن الله أنزله عليه ولابد أن يبلغه للناس ولابد أن يعلمه للأمة فلابد أن يكون محيطا بكل ذلك التبيان الذي تحدثت عنه الآية التاسعة والثمانون بعد البسملة ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين كل هذه الآفاق كل هذه الآفاق لا بد للنبي صلى الله عليه وآله أن يكون محيطا بها وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون هذا في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من سورة النحل وكذلك في الآية الرابعة والستين بعد البسملة من سورة النحل وما أنزلنا عليك الكتابة إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الآيات الآيات واضحة من أن الكتابة فيه بيان لكل شيء ومن أن الذي يحيط بهذا البيان رسول الله صلى الله عليه وآله وما أنزلنا عليك الكتابة إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا المضمون جاء بصياغة أخرى في سورة الواقعة في الآية السابعة والسبعين بعد البسملة وما بعدها إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل تنزيل من رب العالمين هؤلاء هم المطهرون بعد كل هذه التفاصيل سيكون الباحث مضطرا أن يقول من أن المطهرين هم هم هؤلاء الذين تحدثت عنهم آية المودة وآية المباهلة وآية التطهير هم هم الذين تحدثت عنهم أحاديث البخاري وأحاديث مسلم وأحاديث المستدرك للنيشابوري وأحاديث الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة هؤلاء هم هم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين هذا الكلام لا ينطبق على نساء النبي بشكل مطلق ماذا نقرأ في سورة الأحزاب واذكرن ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة التلاوة ليست من قبل نساء النبي وإنما نساء النبي يذكرن ما يتلى في بيوتهن هناك جهة واحدة تتلو الكتاب هؤلاء هم المطهرون الذين الذين جاء ذكرهم في سورة الواقعة الذين ذكروا في سورة الواقعة إنه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين هؤلاء هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته كما في الآية الحادية والعشرين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب بشكل خاص هؤلاء هم الذين تحدثت عنهم آيات سورة الواقعة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون حق التلاوة كما في أحاديثنا خاص بمحمد وأهل بيته الذين آتيناهم الكتاب أعطي لهم بشكل مباشر هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يتمازجوا معه لا يمسه إلا المطهرون هؤلاء هم الذين لن يفترقوا عن هذا الكتاب حتى يرد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وآله مثل ما قرأنا في هذه الأحاديث التي مرت علينا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته عامة المسلمين لا ينطبق عليهم هذا الكلام الذين يتلون الكتاب حق تلاوته إنهم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإذا ما ذهبنا إلى سورة الأحزاب وإلى نساء النبي واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا فنساء النبي لسنا في هذه الدرجة في درجة التلاوة بمستوى حق التلاوة وإنما حق التلاوة حق التلاوة خاص بالذين آتاهم الله الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون نذهب إلى فاصل فهناك الذين آتيناهم الكتاب هؤلاء هم الذين يتلونه حق تلاوته كما في الآية الحادية والعشرين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته في سورة فاطر وفي الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور هذه تلاوة المؤمنين هذه تلاوة المسلمين هذه تلاوة الصحابة هذه تلاوة نساء النبي إن الذين يتلون يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أما حق التلاوة فهو خاص بمن بالذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هؤلاء هم الذين يتمازجون معه إنهم المطهرون الذين يكونون على ممازجة بهذا الكتاب إنهم العترة الذين لن يفترقوا عن هذا الكتاب هؤلاء هم أصحاب هذه التلاوة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هم هم الذين جاء ذكرهم في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله بحسب القراءة السنية توقف ثم نبدأ جملة استئنافية والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وبحسب القراءة الشعية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذه قراءة العترة يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب هذه الآية آكذا يعربها السنيون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذه ألوا استئنافية استئنافية أي أن الكلام بدأ جديدا بدأ من رأسه وما يعلم تأويله إلا الله انتهى الكلام بدأنا كلاما جديدا نستعنف كلاما جديدا فهذه ألوا استئنافية فحينما تكون ألوا استئنافية الراسخون تعرب هنا مبتدأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الراسخون مبتدأ يقولون يقولون آمنا به كل من عند ربنا هذا خبر عن الراسخين الكلام ضعيف جدا أتعلمون لماذا لأن الراسخين في العلم لا بد أن يكون عالمين وإلا كيف وصفهم القرآن بأنهم راسخون في العلم الآية لا تتحدث عن علم واسع هنا وإنما يقولون آمنا به تسليما نحن نسلم بالمحكم والمتشابه من دون علم فهل يصح هذا الكلام ونحن نتحدث عن راسخين في العلم وإذا أعربنا الراسخون في العلم مبتدأ وأخبرنا عنه يقولون آمنا به كل من عند ربنا الإخبار يعني أن الراسخين في العلم حالتهم المستمرة والدائمة هي هذه هذا معنى مبتدأ وبعد ذلك نخبر عنه بهذه الجملة الفعلية هل هذا كلام منطقي ماذا تقولون أنتم لأن السنيين يريدون أن يقولوا بأن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل القرآن تأويل القرآن لا يعلمه إلا الله هل هذا الكلام منطقي من أن الله ينزل كتابا لا يعلم حقيقته إلا هو إذن ماذا يعمل النبي إذن ماذا تعمل الآيات التي مرت علينا من أن النبي لا بد أن يبين للناس ما أنزل إليهم كيف يبين للناس ما أنزل إليهم وهو لا يحيط علما بأسراره وحقائقه لأن التبليغ لا بد أن يكون على درجات النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يقول من أن الأنبياء يكلمون الناس على قدر عقولهم ومن أنه صلى الله عليه وآله كان يكلم الناس على قدر عقولهم كيف يستطيع أن يكلم الناس على قدر عقولهم ما لم يكن ملما بكل حقائق القرآن وعارفا بأحوال الناس ومن أنه يقدم لكل مجموعة من الناس بحسب مداركه فكيف لا يكون ملما ومحيطا بتأويل الكتاب هل هذا الكلام منطقي إن السنيين يفعلون هذا لا لأجل أن يجعلوا علم رسول الله محدودا لأجل أن يجعلوا المجموعة التي مع رسول الله قطعا رسول الله هو سيد الراسخين في العلم الذين معه من هم أولئك الذين يتلون الكتاب حق تلاوته إنهم الذين يمازجون القرآن ويمازجهم القرآن إنهم العترة الذين الذين لن يفترقوا عن كتاب الله هؤلاء هم الراسخون في العلم بحسب قراءة السنة وإعرابهم الآية تكون بلاغتها مختلة مختلة إلى حد بعيد والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا هم راسخون في العلم لكنهم لا يعلمون لأنهم يسلمون للمحكم والمتشابه من دون علم بحقائق التأويل هل هذا المنطق منطق مقبول إنني أتحدث مع الذين يبحثون عن الحقيقة ومع الذين يريدون أن يكونوا منصفين هل هذا المنطق منطق مقبول بحسب قراءة العترة الطاهرة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ألواء هنا عاطفة والراسخون عطفوا على الله فإن علمهم وعلم الله واحد وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قطعا هو الذي علمهم سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إذا أردت أن أعرب بقية الآية من دون النظر إلى أحاديث العترة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الواو عاطفة الراسخون في العلم معطوف على لفظ الجلالة يقولون هذه الجملة الفعلية ستكون حالا هناك قاعدة في علم النحو الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات ما هو الفارق بين الأحوال والصفات الصفات في الأعم الأغلب تكون ثابتة والأحوال في الأعم الأغلب لا تكون ثابتة وإنما هي حالة طارئة والراسخون والراسخون في العلم معرف بالألف واللام وجملة فعلية بعده هذا يعني أن الجملة الفعلية هنا حال والراسخون في العلم قائلين قائلين من أننا نؤمن به هذه حالة طارئة الراسخون في العلم يقولون هذا الكلام في مواجهة أولئك الذين في قلوبهم زيغ وليست هذه الحالة ثابتة لهم على طول الخط الحالة الثابتة لهم أنهم راسخون في العلم وهذا وصفهم هم راسخون ثابتون في العلم أما الجملة هنا حالية الجملة الحالية تتحدث عن وضع طارئ مثل ما أقول رأيت الرجل ضاحكا في تلك اللحظة ضاحكا حال لأن الحال يمثل وضعا طارئا رأيت الرجل ضاحكا هو لا يضحك طيلة حياته وإنما في تلك اللحظة التي رأيته فيها كان ضاحكا لكن حينما أقول رأيت الرجل الضحوك هذه صفة هنا الصفة ثابتة هذا ضحوك على طول الخط على طول الأيام رأيت الرجل ضاحكا في اللحظة التي رأيته فيها رأيت الرجل الضحوك هذا يضحك دائما هكذا هي سيرته وطبيعته الجملة هنا حالية لأن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات وذو الحال هنا معرف الراسخون معرف بالألف واللام والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الراسخون في العلم في مواجهة أولئك الذين في قلوبهم زيغ يقولون هذا الكلام يقولون آمنا به كل من عند ربنا أما هم فهم راسخون في العلم وهم محيطون بتأويل الكتاب أما إذا أردت أن أعربها بحسب قراءة العترة الطاهرة فإن الآية بحاجة إلى تقدير لأن الآية ستكون ذاكرة لمجموعة الذين في قلوبهم زيغ ومجموعة أخرى الله والراسخون في العلم ومجموعة ثالثة وهم الذين ليسوا من الذين في قلوبهم زيغ وليسوا من الراسخين في العلم ولذا فإن قراءة العترة صلوات الله عليها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هنا وقف لازم لا بد أن نقف يقولون آمنا به كل من عند ربنا الكلام هنا بحاجة إلى تقدير أقرب لكم الفكرة حينما نذهب إلى سورة الفاتحة وإلى الآية السابعة من سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم من هم هؤلاء لا بد من تقدير هنا من هم هؤلاء صراط الذين أنعمت عليهم من هم هؤلاء حتى إذا قرأنا غير المغضوب عليهم ولا الضال حتى إذا قرأنا بقية الآية فإننا بحاجة إلى تقدير من هم هؤلاء هذا هذا التقدير نأخذه من سورة النساء ومن الآية التاسعة والستين بعد البسملة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إذا أردنا أن نعرب إعرابا كاملا تاما لأجلي بيان البلاغة والتفسير فلابد أن نقول هكذا صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضال وإلا فإن الآية ستبقى مجملة صراط الذين أنعمت عليهم من هم هؤلاء هنا يأتي التقدير من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لأن الآية هكذا تقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أعود إلى الآية السابعة بعد البسملة من آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم انتهى الكلام لا بد من تقدير أنني أتحدث عن قراءة العترة الطاهرة وتفسيرها هذا هو الذي ورد في الكاف الشريف الجزء الأول من الكاف الشريف وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة ثلاثمية وثمانية وثلاثين باب أن الراسخين في العلم هم الأئمة الحديث الثاني الحديث طويل سأقرأ منه مقطعين قصيرين المقطع الأول فرسول الله أفضل الراسخين في العلم لا بد أن يكون موجودا في الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الذين ذكروا مع رسول الله بنفس المستوى العلمي بغض النظر هل يعلمون التأويل أم لا يعلمون التأويل إذا كان رسول الله يعلم التأويل فهم يعلمون التأويل وإذا كان رسول الله لا يعلم التأويل فهم لا يعلمون التأويل أيضا هل تستطيعون أن تخرجوا رسول الله من الراسخين في العلم إنه سيد الراسخين في العلم فرسول الله أفضل الراسخين في العلم قد علمه الله عز وجل جميعا ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله هذا هو المنطق السليم وهم الذين لن يفترقوا عن كتاب الله إنهم العترة الطاهرة إنهم أهل البيت الذين ذكروا في الأحاديث الصحيحة في كتب السنة كما قرأت عليكم منها قبل قليل والذين لا يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم إذا قال النبي إذا قال الوصي إذا قال العالم فيهم بعلم فأجابهم الله بقوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا هذا جواب الذين لا يعلمون تأويله فلابد من تقدير يخبروا عن المجموعة الثالثة هناك مجموعة الذين في قلوبهم زيغ مجموعة الراسخين في العلم مجموعة الذين ليسوا من الذين في قلوبهم زيغ وليسوا من الراسخين في العلم ولكنهم من أتباع الراسخين في العلم فإذا ما تحدث الراسخون في العلم فيما بينهم قالوا آمنا به آمنا بما تقولون قد أفلح المؤمنون في تأويل علي وآل علي لقرآنهم قد أفلح المؤمنون قد أفلح المسلمون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هنا تنسجم الأحاديث تنسجم الآيات حينما نقرأ في سورة الواقعة لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين هذا الكلام لن يتحقق إلا وفقا لفهم الآية وتفسيرها وإعرابها بحسب ما بيّنت لكم وهذا المضمون هو مضمون حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا لن يفترق حتى يرد علي الحوق هذا هو حديث الثقلين القوم صححوه الحاكم النيشابوري صححه الألباني صححه الحاكم النيشابوري متوفى سنة أربعمية وخمسة للهجرة الألباني متوفى سنة ألف أربعمية وعشرين فيما بينهما أكثر من ألف سنة فذاك صححه وهذا صححه وأورده مسلم في صحيحه بصيغة تعبيرية أخرى المعنى والدلالة واحدة وأحاديث البخاري تشير إلى نفس المضمون وهذا هو التطابق والتوافق بين منطق القرآن ومنطق العصمة ومنطق محمد وآل محمد هل تريدون صورة تكون أوضحة من هذه الصورة الصورة واضحة وواضحة وواضحة جدا نذهب إلى فاصل فعلى هذا سيكون الإعراب بهذه الصيغة وما يعلم تأويله إلا الله هذه قراءة السنيين أما قراءة الشيعيين بحسب العترة الطاهرة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الواو عاطفة الراسخون معطوف على لفظ الجلال على الله أنا لا أريد أن أعرب الآية إعرابا تفصيليا وإنما أعرب ما يرتبط ببيان المعنى يقولون آمنا به كل من عند ربنا هذا إخبار عن الذين لا يعلمون التأويل فهناك واو استئنافية استئنافية مع مبتدأ والذين لا يعلمون تأويله يقولون آمنا به كل من عند ربنا وهذه الواو قد تكون عاطفة أيضا يمكن يمكن أن تكون عاطفة على أصل الجملة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذه جملة وتأتي جملة اسمية معطوفة عليها والذين لا يعلمون تأويله يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وبغض النظر عن الإعراب هذا قد تجدونه صحيحا قد تجدونه ليس صحيحا قد تجدونه معقدا قد تجدون تكلفا فيه بغض النظر عن كل هذا إذا جمعنا كل الآيات التي تقدم ذكرها وجمعنا كل الأحاديث التي تقدم ذكرها فإننا سنصل إلى نتيجة واضحة بين من أن المجموعة الثالثة والتي هي غير الصحابة وغير نساء النبي القربة هذه المجموعة لا يوجد بخصوصها ذنب لا في القرآن ولا في الأحاديث فليس هناك من ذنب بينما الصحابة ونساء النبي في القرآن وفي الأحاديث هناك مدح لهما وذنب لهما أما القربة في القرآن والأحاديث لا يوجد إلا المدح وهذه قضية واضحة جدا هذا يعني أن الوسيلة إلى الله وأن السبب إلى الله هؤلاء فإذا أردنا دين الله فمن هنا يؤخذ من هذه الجهة من جهة القربة ترجمة نانسي قنقر